وفي اللقاء خاص مع التليفزيون المصري أكد عضاء مجلس الشيوخ أهمية مشروع قانون التصالح مشددين على ضرورة إنجازه بشكل سريع هو قانون مهم جدا لأنه متعلق بعدد ملايين الأسر حوالي 3 مليون أسرة نسبة الناس الوفاء أو ضحهم في القانونين السابقين للتصالح أقل من 4% مهم كمان أن ننجز عملية التصالح بسرعة لأنه الدولة شغالة على قدم وصاق في موضوع الترفيق تعبيد الطرق ورصفها في الكرة عن طريقها كريمة وفي المدن وغيرها فالمرافق لو تأخر إدخالها هتحصل مشكلة كبيرة جدا فنحن نحتاج نكسر الطرق دي تاني ونوصل تاني وننصلحها تاني فإحنا كلنا مهتمين حقيقي في المجلس أن نطلع قانون المرات يكون قابل للطبيع فلسفة القانون بتقوم على التوافق ما بين الصالح العام والخاص يعني أيوة نريد التسهيل لإجراءات الموطنين اللي بالفعل تم مخالفات لها ولكن في نفس الوقت هناك صالح عام لا يمكن تجهله الحفاظ على تراص المعماري ومصر من الدول التي لها تراص المعماري عارق جدا الترخيص بتطلع للعقارات تحتها أسفلها جراش حتى ده بيحفظ حقوق الملكية لمشتري الوحدات العقارية داخل هذه العقارات إن ليه وحدة داخل الجراش وبيدفع تمنها فده برضو يبقى برضو حفاظا على حقوق الملكية للأفراد اشتركوا في القناة